في كتابه الوسيط في قواعد الموسيقى العربية ونظرياتها يتناول الكاتب والملحن والأكاديمي الدكتور أحمد يوسف الطويلة قواعد الموسيقى العربية ونظرياتها بشكل مبسط ومكثف ممهدنا ببعض النظريات الموسيقية العامة التي تشكل مدخلا لتفاصيل الموسيقى العربية بروافدها المتعددة الكتاب الذي صدر عن دار الكلمة مقسم إلى محاور تستعرض البعد والمسافات في الموسيقى العربية والأجناس والسلالم والمقامات وكذلك التصوير في الموسيقى العربية وغيرها من المحاور التي تعد مرجعا علميا في هذا البشر وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا من القاهرة مؤلف الكتاب وعميد المعهد العالي للموسيقى العربية الدكتور يوسف أحمد الطويل أهلا بك معنا يعني بداية تأليف كتاب الوسيقى العربية ونظرياتها كانت بطلب من الموسيقى العراقية نصير شمى ما دواعي ذلك؟ وهل من لمسة ما لنصير في هذا الكتاب؟ صباح الخير أولاً الكتاب طبعاً كان بهدف يبقى تعليمي مبسط وأن قواعد الموسيقى عشان تبقى مبسطة يبقى فيها مراعامة بين العام والخاص فحرص أنه يبقى كتاب مصغر مبسط أن يبقى شيء يعني معقد ابتدنا فيه بقواعد الموسيقى العامة ثم الولوج شيئاً فشيئاً إلى الموسيقى العربية وتفصيلاتها الدقيقة جيد يعني دكتور تتحدث أن الكتاب هو عملياً موجه للتلاميذ أو للراغبين بتعلم أصول الموسيقى العربية هل تعتقد أن المكتب العربية تفتقد لهكذا نوع من الكتب المتخصصة بالتعليم وتبسيط عملياً أساسيات الموسيقى العربية؟ لا يا فندم فيه كتب كثير في الدول العربية نزلة مميزة في هذا المجال إذن ما الحاجة إلى هذا الكتاب؟ يعني ما المختلف أو المميز ربما دكتور؟ يعني الكتاب أنا حاولت يبقى حجمه صغير ولكن به من القواعد ما يكفي لتنمية مهارات موسيقي مبتدأ وموسيقي محترف طيب لو تعطينا أكثر تفصيل عن هذا الكتاب ما الذي أضفته وربما ما الذي أضفته في هذا الكتاب وأخفله الموسيقيون العرب في مؤلفاتهم الأسابقة لا هو ما حدش أغفل حاجة لكن هو كل فترة مثلاً بيطلع حد يكتب بشكل ما بيعالج فيه بعض المشكلات اللي قابلته كفنان أو كطالب أو كأستاذ بحيث لما إحنا كنا طلبة كنا بنسأل عن بعض الأمور وأنها جيتها في أكثر من كتاب يعني لو سألنا عن تصوير المقامات نلاقيه في كتاب ولو سألنا عن الضروب نلاقيه في كتاب آخر فهو الهدف من هذا الكتاب أن يبقى فيه بمعنى الجامع المانع طبعاً مش دعاء للكتاب ولكن أن الطالب يقدر يقتني هذا الكتاب ويجد فيه كل ما يود أن يعرفه أو يجهله فيه قواعد وأصول الموسيقى العلمية السليمة جميل جداً دكتور سؤال ربما يتعلق بالفعل بالموسيقى العربية حين نبحث اليوم عن الموسيقى العربية وجذور الموسيقى العربية أين يعني ما مدى العمق وأين تبدأ الحكاية فيما يتعلق بما وصل إلينا اليوم من الموسيقى العربية والشرقية وما نتج عن الموسيقى اليوم في التطور وهذا التزاوج عملياً ربما والتلاقح مع الموسيقى الغربية وموسيقى الشعوب الأخرى في ظل يعني العالم الذي أصبح قرية صغيرة مظبوط يا فإن الكلام حضرتك مظبوط جداً أن الشعوب أبتدت تتقارب كان زمان فيه بعد في التقارب الفكري والوجداني وأن الشعوب كانت يعني منغلقة على نفسها مش بتسمع الموسيقى الأخرى ابتدت دلوقتي العالم كله يتأثر ببعضه يعني كان فيه شبه اقتباسات أو فيه تأثر بموسيقى أخرى وتجد اللحن مثلاً يؤدى به روافد تركية به روافد هندية به روافد إيرانية وكذلك الفن الخليجي أصبح دلوقتي مزيج ما بين يعني تجد في اللحن تأثيرات شرقية مصرية وسورية وتجد فيه تأثيرات غربية وكذلك برضو في الألحان المصرية تجد برضو فيه تأثيرات من هنا ومن هناك فالموسيقى العربية أصبحت دلوقتي بمعناه العام بتتأثر بجميع ما حولها طيب كان للموسيقى حضور مهم في القرون السابقة رغم غياب نوتات موثقة ولم يصل من تلك الفترة إلى القليل مثل كتب ابن سينة والأصفهاني وبعض المخطوطات المهتمة بالمقامات الموسيقية هل في نيتكم البحث في خصوصيات هذه الموسيقى في تلك الفترة؟ نعم يا فندم احنا عاملين كذا دراسة في البحث في أصول الموسيقى العربية بدءا من عصور الكندي والفرابي وبن سينة وبن زيلة والآخرين لكن ما فيش تسجيلات صوتية احنا توصلنا إلى بعض الألحان في لحنين كتبهم صفي الدين الأرموي بالنوتة الموسيقية ولكن بالأدوات في عصري كان يرمز إلى النغمة بحرف ويرمز إلى الإقاع برقم وتوصلنا إلى لحنين بدقة من ألحان صفي الدين الأرموي أما ما بعد ذلك أصبح الكتاب يكتبون بطريقة السرد انتقل الملحن من نغمة النوى حتى نغمة الكردان ثم هبوطا حتى نغمة الجهاركاز لكن لا يظهر التفصيل اللحني لأن اللحن فيه إقاع دقيق وفيه نغم فالمخطوطات القديمة كلها مخطوطات هيلة جدا وممتازة ولكن لم تدون الموسيقى أنائذ والمشكلة الأخرى لم يكن لها تسجيلات بالتأكيد هذه واحدة من المشاكل التي تواجه الموسيقيين يوم في اكتشاف الموسيقى التي كتبت لكن بالحديث دكتور عن موسيقى الشعوب ونتحدث هنا عن موسيقى شعوب الدول العربية التي كانت قبل أن تتوحد ضمن الدولة الإسلامية فيما مضى في بحث عميق نجد أن هذه الشعوب كانت لديها موسيقاها الخاصة وألاتها الموسيقية الخاصة اليوم حين نتحدث عن الموسيقى العربية بشكل عام وموسيقى الشعوب العربية أليس من المنصف أيضا أن نتحدث عن هذه الموسيقى عن عادات وتراث هذه الموسيقى أن ندرج أيضا الألات الموسيقية التي ربما بعضها مازال حيا لدى كثير من الشعوب ربما في موريتانيا محافظين على هذا التراث الموسيقي القديم عمليا فسؤالي هل البحث يجري عن هذه الموسيقى التي كانت موجودة لدى شعوب الدول العربية الآن والله هو قبل طبعا توحيد الدول العربية تحت رأيوة الإسلام كان لكل منطقة عربية موسيقاها ومفرداتها نجد مثلا مقام البياتي نسبة إلى قبيلة البيات في العراق مقام النهواند نسبة إلى دولة مدينة في إيران كذلك مقام الأصفهان كذلك نجد مثلا البيات الشوري نسبة إلى الشور أو سوريا البيات المزموم موجود في المغرب وموجود في اليمن راست الذيل موجود في كذا وكذا حتى الصيغة والقوالب كانت هناك الصيغة القديمة في عصر أبو فرج الأصفهاني صيغة الصوت هذا الصوت وثم أصبح الصوت في الخليج لحنا هاما جدا تراثيا كذلك المقام العراقي والمألوف في تونس وفي مصر الدور وفي مصر وسوريا الموشح وهكذا والباحثون يعني يهتمون جيدا بذلك أما الفنانون فأنهم يأخذون خلاصة ما وصل إليه الفكر العربي عمتا في التلحين والتأليف والعصف طيب يتناول المصنف قواعد الموسيقى العربية ونظرياتها بشكل تعليمي مبسط إلى أي مدى يمكنه المساهمة في التربية على الذوق الجمالي والموسيقى الأصيلة يعني هو الكتاب يعني أنا أتصور أني بساطة صور حجم الكتاب وإلمامه بتفاصيل موسيقية قد تغني المبتدأ يعني ممكن تغري المتلقي العام أنه هو يدرس موسيقى حينما يجد المصنفا بهذه الكيفية شاملا بعض الشيء لقواعد هامة في الموسيقى أما الإبداع فهو شيء آخر يعني المبدع يحتاج إلى مدون موسيقي إذا كان المبدع غير دارس يحتاج إلى موزع موسيقي يحتاج إلى فرقة تؤدي والعازفون والمؤلفون والمؤدون يحتاجون إلى هذا الكتاب بسبب وفرة عفوا يعني المعلومات اللي فيه ومرجع حينما نسأل عن مقام ما وحينما نسأل عن إقاع ما نجته في كتاب واحد مبسط أما هناك كتب أخرى أجزاء كبيرة وحجم أكبر فلا يستطيع مثلا حمله إلا مثلا يعني 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 بيبقى فيه صعوبة في نقله من مكان إلى آخر نعم يعني عمليا هي يعني محاولة جديدة لإضافة منتج جديد وكتاب جديد للمكتب العربي فيما تعلق الموسيقى شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المبادرة من القاهرة عميد المعهد العادي للموسيقى العربية الدكتور يوسف أحمد الطويل شكرا